حي سيدي حيا الراقي أو لاس فيغاس الجزائر يقع حي سيدي حيا الشهير بمنحنة دمنحضر على الجهة الجنوبية لحضرة يمتد من بارادو شمالا إلى غاية المدخل الجنوبي لبيرموراد رايس ليس بعيدا عن الشارع المؤدي إلى صفارة العراق ورومانيا والسودان لم يكن يعتقد الكثيرون أن هذه الشعبة الجافة أو مجرى المياه الجاف كانت تصب في ويد كنيس ستتحول في زمن قياسي إلى شريان أبهر للعاصمة يضخ فيها الحياة ويجعل قلبها يخفق بالسياسة والموضى والمال كأنه قطعة من شوارع باريس وأضواؤه ليلا تشبه لاس فيغاس أو بيفرلي هيلز فقد تحول هذا الممر البسيط في زمن قياسي إلى ما يشبه مركزا للأعمال مفتوحا على الهواء الطلق فظاهره تجارة ورفاهية وماركات عالمية وباطنه سياسة وقرارات وسفقات ووساطات كبرى هنا وعلى هذه الطاولات الجميلة يجلس كبار المسؤولين يتناقشون ويتشاورون في قضايا حساسة قبل أن يتوجهوا إلى المكاتب لإمضاء القرارات على الورق سيدي يحيى أيضا أيقونة العاصمة ورمز للرفاهية والبذخ ورمز للطبقية فمن يقصد محلاته أو مقاهيه ليس من ذوي الدخل أو محدود الرواتب لأن الجلوس على أبسط مقهى يكلف الكثير من المال لكن الناس هنا يدفعون دون نقاش ويمنحون البقشيش بسخاء حتى المتسوي لنا فيه يتسولون بالفرنسية وبلا باقة أيضا زرنا سيدي يحيى عند الساعة السابعة مساء كل المرائب مشغولة في السيارات الفارهة التي لا نعرف اسمائها حتى لها مكانها هناك فيما اكتبت حفتي الطريق الواسع بمئات المركبات الأخرى فلا تكاد تجد مكان لركن سيارتك إلا بشق الأنفس الأضواء تتلألأ كأنها نجوم أضواء المحلات وأسماء المركات العالمية تناطح السماء أزياء راقية لفحتنا أسعارها الخيالية فكيف القطعة ثياب بسيطة أن تتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم وأبسط حذاء يفوق المليوني سنتيم أما مساحق التجميل من فوريفر ميك أب فلا مجال للسؤال كأننا نتسوق بين علامات شانيل واللوريال وايف سان لورين لكن كيف ومتى تحول هذا الوادي الذي كان في الأصل مقبرة قديمة إلى أرقى شوارع العاصمة وكيف تفوق على قاعات الهيلطون والشراطون وسان جورج فالأجانب بمجرد وصولهم للعاصمة يسألون عن سيديحيا أو سيديايا سواء كانوا ألمان فرنسيون إيطاليون سينيون أمريكيون يتجولون فيه بكل أمان صحيح أن مدينة حذرة التي تحتضن سفارات العالم منها سفارة أمريكا في الأصل من أرقى المدن وأقدامها لكنها مشبعة في المقابل بالإحياء الفقيرة والشعبية فكيف تحولت قطعة مهجورة منها في ظرف قياسي إلى شعلة تجارية امتد سيتها حتى حدود أوروبا أصل المكان حسب السكان هو مقبرة قديمة تتوسطها قبة ضريح الولي الصالح سيديحيا أعلى الهضبة لا تكاد تظهر للعيان من أسفل المنحضر نظرا لشيخ موخي المباني حولها اختلفت الروايات عن أصل سيديحيا فالبعض يقول أنه كان خارق القوة يستطيع أن يشفي الأسقامك الجنون والفصام والعقم والبعض يقول إنه عالم جليل وزاهد في الدين ينحذر من مدينة أزفون بولاية زيوزو وله خمسة إخواء انتشروا في أسقاع الجزائر ويقول أحد أحفاده ويدعى صالح عبد الرحمن أن عرش سيديحيا انتقل من أزفون إلى تيمليحت بإعكورا لكن أصل المنطقة اليوم لم يعود يتذكره أحد وارتبط اسم سيديحيا فقط بهذا الوهج التجاري الذي بدأ مع إنشاء أول مركز تجاري فيه ويدعى زمزم ليمتد شمالا إلى حضرة وجنوبا إلى بيرموراد رايس هذا المكان الذي كنا نسلكه مطلع التسعينيات كان ممرا موحيشا ومعزولا وغريبا إلى درجة أن سكان الإحياء الشعبية في الحراش وبابلواد رفضوا سكنات اجتماعية منحت لهم في ضواحيه وكانوا يشبهونه آنذاك بالمنفى لكن رجال الأعمال والمال دائما كانوا يبحثون عن نقطة جديدة لإشعاع تجاري قوي فلفت انتباههم منطقة سيديحيا فبدأوا بشراء عقارات كانت في الأصل مساحات خضراء ومنحدرات وشعاب يهيئونها ويبنون محلات ومراكز تجارية ومقاهب مواصفات راقية ويعرضونها بصورة أكثر جاذبية رغم أن الشارع لا يحمله المواصفات العالمية فهو لا يتعد عرضه 45 مترا إلا أن رونقه خطف الأدواء من كبرى شوارع العاصمة القديمة كشارع ديدوش مراد والعربي بن مهيدي فمن يقطن اليوم سيديحيا فهو برج وزي أرستقراطي حتى وإن كان يسكن في شقة السوسيال كما أن الكثير بعد التهاب العقار باعوا مساكنهم بالملايير ورحلوا إلى مناطق أخرى في حين بلغ إيجار الشقة من 15 إلى 20 مليون سنتيم أما المحلات التجارية فبلغت الستين ومليون شهريا قدوما من أعالي حضرات راست المحلات التجارية الكبرى بواجهات شفافة تحسبها فضاء دون حاجز مقاهي ومحلات شاي معلقة يلفت انتباهه كالمركز التجاري الدولي مونغو وهو عبارة عن استثمار خاص يشترك فيه العديد من الأجانب من جنسيات كنودية إسبانية إيطالية ومقارنة مع باقي المحلات فمونغو يعد أغلى المحلات على الإطلاق يدخله الكثيرون من هوات الموضة لكن لا يشتري منه سوى أصحاب شكارة لأن الأسعار فلكية فربطة العنق مثلا تصل خمس وعشرون ألف دينار وسروال الجينز يفوق المليوني سنتيم أما الأحذية فلا أثر لحذاء أقل من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائري إلى غاية ستون ألف دينار ومن شدة ذهشتنا في الأسعار طلبنا من البائعة أن تقرأ لنا الثمن البائعة أن تقرأ لنا الثمن وهي تبتسم ومتفهمة دائما في مركز مونغو لمحنا شابات حسنوات جميلات جدا بملابس أنيق ويتسلن منهن عطرا فاخر تتبضعن بين محلاته منهن من تستحب شيخا أو كهلا يكبرها في السن يدفع فاتورة مشترياتها شد انتباهنا أيضا محلا براقا تشيع الأضواء منه كأنها قوس قزح كتب على الواجهة ممنوع الصور إنه أغلى محل مجوهرات في الجزائر يبيع قطعا نادرة من الألماس من شدة ندرتها وجمالها تبقى مشدودة النظر ترفض عيناك وقدماك مغادرة الواجهة فمن يمر قرب المحل ينبهر بالتصاميم الدقيقة للبلاتين المرسعة بحبات الألماس النادرة لكن زبائن الألماس معروفين وهم الذين ستمسهم ضريبة الضروة على قول أحد زوار المحل الصفا والمروى أيضا واحد من المراكز التجارية الأخرى الذي يعود لأحد المستثمرين السعوديين بالقرب منه أقيم بنك سوسيتي جنرال كمؤسسة مالية كبيرة أعطت منطقة سيديحيا روحا لضخ الأموال والتبادلات التجارية والسفقات وحولت باقي المصارف إلى شبه إمبراطورية صغيرة نشأت وكبرت في لمح البصر بعيدا عن أعين رقابة المال ومن أين لك هذا فنمت التجارة وتدفق المال في سيديحيا كما كان يتدفق الماء في مجرى الوادي سابقا إلى درجة أن البعض يقول بأن أموال الجزائر مرت من هنا على امتداد الشارع الرئيسي لسيديحيا تخطف العلامات التجارية الأنظار عطور وساعات وألبس فاخرة لها زبائنها من رجال المال الذين لا يشترون إلا من سيديحيا فالعلامات أصلية وغير مقلدة كأنهم يقتنون قطعا ثمينة فالماركة لها ناسها ولها قيمتها المالية والاجتماعية والأرستقراطية فعطور تشانيل وإيف سانت لورنت وكاشارل وجيفنشي بيار كاردان حقيقة وأصلية حقيقية وأصلية كأنك تقتنيها من محلات باريس كما أن ساعات سايكو وتيسو وسواتش لها عشاقها جلسنا على طاولة مطعم ومقهى يمتد إلى الرصيف اسمه دونينو نسبة إلى نوع البيتزا الإيطالية نترقب الخطوات المتسارعة جزائريون أجانب من كل الجنسيات يتوافدون على سيديحيا ليلا ما عدا العائلات فلم نشاهد عائلة في مطعم سوى أزواج رجال فتيات حسنوات فائقات الجمال من بينهن فتاة جميلة وجدت راحتها في تدخين السيجارة مالبورو أمام الملأ دون حرج كانت تنتظر من يدعوها للعشاء أو يقاسمها طاولتها من الأثرياء فأغلب الفتيات يقصدن هذا الصرح التجاري لصيد الأثرياء يقول البعض أن أغلب من يأتي إلى سيديحيا هم النازحون الجدد ويقصد بهم القادمون من ولايات داخلية وأصحاب المال فهم من يدفعون بسخاء لأي فتاة جميلة تقاسمهم طاولة عشاء وينعتونهم بصفات قبيحة كالشبارق والكوافا والبكارة وأصحاب الشكارة قرب مقهى دونين الجميل كان يلتفت يمينا وشمالا يرتدي بدلته الأنيق السوداء يبحث عن جماعة ضاعت منه إنه محمد السادق بوغطايا الذي قصدنا وألقى التحية علينا رغم أنه كان في عجلة من أمره وتجاذب معنا أطراف الحديث السياسي عن حزب جبهة التحرير الوطني وقال إن الأمور هدأت داخل الأفلان وكل شيء سيعود إلى مجراها الطبيعي استأذن بكل احترام ليلتحق بجماعته وهم أعضاء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي يترددون كل مساء على مقاه ومطاعم سيديحيا لأنها الأكثر أمنا والأرقى وتليق بمسؤولين ونواب وتبين لنا أن هذا الشارع هو شارع سياسي بامتياز يتردد عليه كبار السياسيين من بينهم ولد خليفة ولد عباس عمارة بن يونس ووزراء سابقون وربما هم من أعطوا وزنا إضافيا لهذا المكان وهناك مقاع ومطاعم فاخرة لا يدخلها سوى السياسيون ورجال الأعمال الذين يدفعون الملايين في عشاء عمل توحي أجواء ومظاهر سيديحيا بأنه شارع نخبوي من الناحية الاجتماعية وغربي من الناحية الثقافية فكل اللافتات مكتوبة باللغة الفرنسية وحتى أسماؤها هي طبق الأصل عن أسماء لمحلات فرنسية وأمريكية كما أن أغلب زوار الشارع يتحدثون اللغة الفرنسية السليمة كانت أم عوجاء لكنهم لا يتحدثون العربية إلا قليلا لقد طغى شارع السيديحيا على باقي الأحياء فأرادها شعبية أقل جاذبية وأقل رقي حتى باقي أحياء حضرة والأبيار وهي التي كانت بالأمس مقصدا للمثقفين والأغنياء مما يدل على أن الشارع الذي في الأصل جاءت تلقائيا وبشكل عفوي ودون تخطيط في بدايته تم احتوائه من طرف أصحاب المشاريع التجارية وبوضع لمسات خاصة ليست موجودة في باقي أحياء في العاصمة كما أن تلقائيته زادته من وهجه فبدأ شارعا بسيطا ثم غدا قطبا تجاريا للطبقة الغنية والسياسية عكس باقي المراكز والأماكن التجارية التي انطلقت كبيرة ثم انطفأ سيتها ففي النهاية هي لعبة إنسان يستطيع أن يحول أشياء تافها إلى ثراء والعكس مثل السلع والعقار ترجمة نانسي قنقر